في هذه الحلقة سأقدم لحضراتكم بعض الأشياء التي يجب على المرأة الحامل للمرة الأولى أن تعرفها تابعونا للنهاية أولا هناك علامات تؤكد أنك حامل فالتأكد من أنك حامل هو أمر حيوي فإذا أظهرت اختبارات الحمل المنزلي نتائج غامضة يجب أن تذهب إلى الطبيب للتأكيد أنك حامل فهناك علامات قد تؤكد على أنك حامل أهمها ما يلي أولا يمكن أن تشعرين بالغطيان أو ألم في الظهر أو تقلبات مزاجية ثانيا قد تعانين من الألم في أستدي أو تورم في أستدي ثالثا قد تعانين من رغبة شديدة في تناول أطعمة معينة أخيرا غياب الدورة الشهرية ثانيا الزيارات إلى الطبيب قبل الولادة هي مهمة فكثير من الأزواج يزورون الطبيب حتى قبل التخطيط لإنجاب الطفل فقط للتأكد من حملهم للمرة الأولى أنه صحي وغير خالي من المضاعفات ففي حال حصول الحمل عليك القيام بالخطوات الآتية أولا بمجرد تأكيد الحمل من المهم زيارة الطبيب بانتظام ثانيا عليك باختيار أفضل طبيب نسائي ولا تتركي الفحوصات الشهرية أبدا هذا سوف يساعد في قياس صحتك وصحة الطفل ثالثا عليك بزيارة الطبيب المسبقة فيتعمل على كبح أي اضطرابات إنمائية في مرحلة مبكرة ثالثا عليك بفهم التاريخ الطبي للعائلة فهذه واحدة من أهم الأشياء التي يجب تذكرها أثناء الحمل ففهم التاريخ الطبي للعائلة يساعد على تجنب بعض المشاكل ومنها الآتي أولا من المستحسن مناقشة حمل أمك أو جدتك ليساعدك على معرفة أي اضطرابات مراسية أو تشوهات في الولادة في تاريخ العائلة ثانيا فهم التاريخ العائلي يجنبك من حدوث أي مشاكل محتملة وتتخذين إجراءات رقائية إذا لازم الأمر رابعا التطعيمات مهمة جدا فمع كل موعد مسبق للولادة سوف يخبرك الطبيب عن قرعات التطعيم التي يجب عليك أخذها سواء كان ذلك كزازا منتظما أو لقاح الأنفلونزا فعليك الالتزام بها وعدم التغيب عن أي منها فالتطعيمات لها أهمية كبيرة أهم والآتي أولا التطعيمات تمنعك من التعب ثانيا عليك بتذكر أن بعض الأمراض التي تصيب الأمهات الحوامل حديثا يمكن أن تؤثر بشكل خطير على الصحة الجسدية ولا عقلية للجنين خامسا معرفة تاريخ الحمل فينقسم الحمل إلى ثلاث مراحل يتكون كل منها من ثلاثة أشهر وتسمى الثلث مع كل مرحلة من المراحل تحدث تغيرات فيسيولوجية في جسمك وتشكل تغيرات هرمونية مثل تقلب ضغط الدم والتنفس والتمثيل الغدائي فيجب عليك القيام بالتالي لتجنب حدوث أي خطر ما أولا يجب على المرأة مراقبة التغيرات التي تطرأ على جسمها من بداية الحمل لفهم المراحل الأخرى وتقدمك من خلالها ثانيا من المهم معرفة تاريخ الحمل والذي يتم تحديده في الغالب من تاريخ آخر دورة شهرية لك لأنه يمكن أن تحصل الولادة في أي تاريخ ما بين الأسبوع السابع والثلاثون إلى الأسبوع الأربعون سادسا إمكانية حدوث نزيف أثناء الحمل فعادة ما تعتبر أول علامة على الحمل مع ذلك بعض النساء تنزف في المراحل الأولى من الحمل الأمر الذي يشكل القلق والارتباك للمرأة الحامل فيحدث النزيف عندما تنتقل البويضة أسفل قناة فالوب إلى الرحم حيث تزرع في بطانة الرحم وإن أفضل طريقة للتعرف على النزيف من لونه فغالبا ما يكون باللون البني أو الوردي على النقيض من اللون الأحمر المعتاد لدم الحيض وعلى الرغم من أنها ليست بالأمر الخطير إلا أنه يجب عليك استشارة الطبيب ثامنا الخوف من الولادة يمكن أن يؤخرها فقد أثبتت الدراسات أن النساء اللواتي يخشين الولادة يمضين ساعة ونصف أطول من النساء اللواتي لا يخفن من الولادة ثانيا الخوف والخلق من شأنه أن يزيد من تركيز هرمونات الدم ساعة ونصف أطول من النساء اللواتي يمكن أن تركيز هرمونات الدم